موسيقى 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 's موسيقى موسيقى ما يمكنش تحمل إيجازة ولا دكتورة ولا مصر وتبقى قابع يعني فهذا السلم اللي انت قابع فيه تواجد دينا اليوم في هدلوقفة هدي من أجل المؤاذرة من أجل التضامن مع الإخوان والأخوات دينا المناضلين ومناضلات ديال الهيئة الوطنية ديال التقنيين اللي كان اعتبروا أن المطالب ديالهم هي مطالب مشروعة وعلى رأسها يعني إخراج قانون أساسي عادي ومنصف كذلك من أجل الرفع من التعويضات كذلك من أجل إنصف مجموعة من الفئات اللي عندها شهادات ولازلت إلى الآن لم تنصف ولم تدماش في الشهادات اللي حصلين عليها التقنيين والتقنيات كذلك من أجل مطالبة الحكومة بعدم تعامل بتمييز مع الفئات فئة يعني يتم إنصفها فئة لا فحل الوقت باش أنه يكون تعامل بشكل عاديل وبشكل مساوي مع جميع الفئات وخاصة يعني الفئة ديال التقنيين والتقنيات اللي كيلعبوا واحد دور ريادي على المستوى الميداني حل الوقت باش يتم رضي الاعتبار لهم فهذه الوقفة هذه هي وقفة يعني إندارية ولازال البرنامج الإخوان والأخوات ديالنا داخل الهيئة يعني مستمر وإحنا داخل اتحاد النقابي الموظفين من ضويد حلوة اتحاد المغربي الشغل نتبنى هاد المطالب وندافع على كافة التقنيين والتقنيات حتى أن يتم الإنصف ديالهم اليوم كنشوف الحكومة بأنها عوض ما أنها تستجب المطالب وتكرم هاد الفئة هدي اللي كتعطيهم منذ فجر الاستقلال كنشوفها اليوم يني تبدعوا في الإدلال ديال هاد الفئة هدي حد شعل الجينة اليوم كنحتجوه أنا عندي رسالة بغت نوصلها لأباء والأمهات عشرات الآلف وعشرات الآلف ديال الأباء والأمهات لكي يصفتوا أولادهم يقراوا في مؤسسة ديالتكوين المهاني وفي مدن الكفاءات المهان كي يصفتهم بش يقراوا وبش أنهم يجيبوا واحد ديبلوم ها أنتم أشوفوا الأباء والأمهات لش كيتصفتوا أولادكم رأوا اليوم التقني والتقنية وإدنى السلالين في الوظيفة العمومية وكذلك في القطع الخاص رأوا اليوم ك์دوز عليهم الدكاكة في إدارة العمومية مع الأسف ولو التقنيين كينضروا لهم واحد انضروا دونيا إلا بغي تتسفت ولادك هانت أكد تشوفها راية تشعلش رمجينة الناس كيحت الجو حنا بغينا تقني ترجع ليه الكرامة بغينا يتم الاستيجابة للمطالب اللي اعطاتها لهي الوطنية التقنية من المغرب وعلاش سنقول لهي آه لأنها هي التنظيم الواحد في المغرب اللي مجدمين في مطلاب متكامل اللي كي يعرف هذا الفئة شنو كتعطي اللي كي يعرف القيمة ديالها وكي يعرف يعني شنو شنو ممكن تعطي حتمو استقبالا احنا كين عدنا من بين المطالب ديالنا اللي حدف ديال سلمين ثمانية وتسعود وكان نعكدوا على هذا المطالب أنها مطالب أساسية كان طالبوا كذلك بالترقية الخارج السلم سلمين على الأقل خارج السلم كذلك ترقية يعني التعديل ديال منظمة ديالترقية وزيادة في الأوجور لأنه دخلنا عليكم بالله المواطنين واشرب على فدرهم في نظركم انتو مع شنو بغي يدير لها التقنية هذا اللي بغي تين تينجح لك مشاريع بالمالايير إنا رأى هذا الضحك هذا اللعب هذا التخربيق لكي تدير الحكومة دونك حلاليوم كان وجوزوت ديالنا المسؤولين للسلطات العولية في هذه البلاد هذي أنها تستاجب لمطالب ديال التقنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر